موسيقى 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 مائتان وست وعشرون ميدالية منها واحد وسبعون من المعدن النفيس هي حصيلة الجزائر من التتويجات في الألعاب الإفريقية للشباب في طبعتها الثالثة نتيجة سمحت للجزائر باحتلال المرتبة الثانية في المنافسة من جهة وتحديد مستوى التخصصات الرياضية الأولمبية من جهات أخرى بعض الاختصاصات التي يمكن أن نصنفها في اللون الضوء الأخضر بعض الاختصاصات مشرفة التي تحصلت على ميداليات كما العليوت جيناستيك كما الانتيروفيدي لتير لكيتاشون لهوندبول لتير الارك فيها بعض النتائج ممكن قادرة تحسن إذا كان فيه مرافقة وفيه هذا اللون البني وفيه اللون الأحمر بعض الاختصاصات اللي تحتاج أيضا نفتحه نافذة ونشوفه مع الفيدينا نالية المعالية لأنه كانت نتائج تحوم مخيبة نتائج مشرفة حققها شباب الجزائر ومكاسب متعددة حققتها رياضة الجزائرية بتنظيم مثل هذه المنافسات التي أشادت ببستوى تنظيمها جمعية اللجان الأولمبية الإفريقية أعتقد أن الجزائر قد استطعت تنظيم أكبر دورة للعابة الإفريقية للشباب منذ انطلاقها خصوصا من حيث عدد المشاركين ومرة أخرى إذا منحنا علامة للجزائر فلن تكون عشر على عشر فهذا واضح لكن ستكون علامة جيدة حصيلة الألعاب الإفريقية للشباب ستشكل القاعدة الأساسية للإستراتيجية المستقبلية للرياضة الجزائرية التي ستركز على التكوين بمختلف أصنافه بحسب وزير القطع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر